خليني فوت أنا وياك على الملفات السياسية في وجهة نظر بالبلد أو أنتو كتيار وطني حر متهمين أنه مغرمين بالفراغ معارقلين دائماً لأي استحقاق يعني من رئاسة الجمهورية للتمديد للواء عباس إبراهيم قيادة الأمن العام لا هلأ اليوم قيادة الجيش شو بتكون؟ خليني قصمني هيدا السؤالة أسمعك مغرمين بالفراغ؟ لا مش بظبوط بتقليلي أنه أنتو كان في محلات بتقدروا تعطوه أحسن أنا اي بقلك اي أكيد؟ مثل؟ يعني أنا بقلك أنا مع طول من وقت اللي كان الرئيس سعد الحريري وتسمى للرئيس العقومة أنا كنت أتهم بالمقلعة وكنت أتهم أنه أنا رجل تسوم يعني أنا لأنه أنا بمقتنع السياسة هي تدوير زوية تدوير زوية مش لازم موت حتى أكون بطل أنا إذا بقدر بعيش بكرامي وإذا بقدر بخلي شعبي وناسي يقدروا يعيشوا بكرامي أنا بكون بطل ما لازم موت حتى أكون بطل يعني هاي دي هاي دي أنا مع النظرية القائلة بتدوير الزوية وعدم الإبتعاد عن أنه نشارك بالقرار يعني هلأ إذا بتقل لي أنت لو ترك الخيار لألك كنت بتشارك بجلسات الحكومة لو ترك الخيار أنا مع هذا النظر بتشارك بجلسات الحكومة أنا مع هذا النظر والرئيس بالريق والرئيس بالريق هني اللي ديرين البلد نعم ونحن قاعدين على طريعة الطريق وعم نتفرج طيب شو بتكون اليوم بملف قيادة الجيش؟ بيلا ملف قيادة الملف من قيادة هو مبدأي نعم نحن هو بس الأهم مبدأي بعدم التمديد ومثل بدءا بعباس إبراهيم أو حاكم مصرف لبنان يشوفوا نفس مصري يعني قائل جيش نفس المصري أو حاكم مصرف لبنان نعم بس اليوم الأهم من هيدا كله نور والأهم من هيدا كله بنبعد هذه المؤسسة الوحيدة لبعدها وقفة عجرياتها وبعد فيها هيدا إذا بديك تقولي عن جد الاستقرار السهار الوطني الموجود والوطنية اللبنانية الحقيقية هي موجودة بعيدة المؤسسة بنبعدها عن التجاذبات السياسية اليوم خلينا نقول لأنه شو صار عم بيفوتوا عم نحكي زباط عم بيفوتوا زباط ببعضهم بتفوت المؤسسة حرام حرام طرح الأسماء حرام نجي بنحكي اليوم في عندنا اتنين أو شغلتان آنونيتان ممكن اللجوء لآنون وما بي حتى تحل هيدا الملف نعم أولا اقتراح آنون أو اقتراح تعيين من قبل وزير الدفاع لمجلس الوزراء ويصير فيه تعيين الشغل الثاني الزهب إلى مجلس النواب والتمديد لقائد الجيش كمان بس تمديد لقائد الجيش بدي تطري لأني كمان بالآنون ما فيكي تعملي آنون على إيس شخص بديك تبددي لبقية يعني بده يمشي على كل الفراغات اللي صارت بالدولة هيدا آنوني عندك هيدا هيدا الشغلتان بديك تشوفي وين يعني أي منهم بتغلب هل بمجلس النواب رح يصير فيه توافق للتمديد لقائد الجيش شو ما وقفكن إذا صار هيدا الشي كتيار وطني وكتكتل لبنان القوي نحنا رافضين رافضين فيه كلام اليوم أنكم رح تطعنوا إذا صار هيدا الشي اليوم كل شغلي أنت بتعتقدها غير لا بمجلس النواب ما فيك تطعنوا ما فينا أنت حتى لو طعنتي بمجلس النواب بتمدد بآنون وين بتطعني؟ بتطعني إذا صار في تمديد بمجلس الوزراء أو تأخير تصريح من دون اقتراح وزير الدفاع هذه بتكون سابقة وبتكون ساعة عم نجي نحنا نطبق اتفاق الطائف على هوينا وساعة بيصير عمنا الدستور هو ماني بتروحي على المطعم بتنقل اللي بدك إياه بتقليله بلا هايدي حط اللي هايدي مديلة ومن مشاكلنا ومن مصايبنا ونحنا رايحين صوب الزوال من وراء تطبيقنا للدستور على هايدي الطريقة كان الرئيس سليم الحص الله يوجه له الخير طول بعمره كان يقول أسوأ قانون بالعالم طبقه بشكل جيد هو أفضل من أحسن قانون بالعالم والدستور بالعالم طبقه بشكل سيء بقى عنا مشكلتنا بلبنان زيادة عن الدستور اللي هو قديم أو نوضع اتفاق الطائف وكان الرائح هو السوري على أساس بيئي في لبنان هو الانتقائي في التطبيق وكل واحد ما في عنا دستور هذا نعم نحن اليوم إذا بيختلف رئيس مجلس النواب ورئيس الجمهورية ما فينا الصوارح كيف بدي يحل خلافاتهم ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بين الوزير ورئيس مجلس الوزراء بين المدير العام والوزير نحن عايشين بفوضى نحن عايشين بقبيلة ونظام قبائلة لا نشبه الأوطان حتى بأفريقيا اليوم وين بديك تقولي على كل حال صرنا ترتيبنا بالفساد وبالدولة العميقة مثل ترتيب أفريقيا وهلأ عامل نافس بعتقد على المركز الأخير